لما جاءت المباراة الأخيرة يمكن الزاد من فرحة جمهور الأهلي بالمباراة الأخيرة لأن النادي الهلال هو طبعاً نادي كبير وعريق وزعيم أسيا وزعيم طبعاً في الكرة السعودية لكن هو قدم عرض رائع جداً قدام تشيلسي الإنجليزي في الضرق قبل النهائي وخسر بشرف زي ما هم قالوا بواحد سفر في حين أن أنت ما كنتش قدام تشيلسي وكنت قدام بالميرس وخسرت اثنين سفر هم قاسوا على الحتة دي ولكن الجميع تناسى أن هذا النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي دائماً موجودة شخصية النادي الأهلي هي اللي بتفرد نفسها في الأوقات الصعبة وكيلي كده وانت قاعد في المدرجات نصف ساعة قبل المباراة كان الحوار إزاي الجماهير كان إحساسها إيه نحن عارفين جماهير النادي الأهلي دائماً عندها ثقة في لعباتها عندها ثقة في جهازها الفني المباراة دي قال إن إحساسك نصف ساعة قبل مرفق وبع للنادي الأهلي نفسه على العمل في المباركة بصراحة الجمهور نفسه يا كابتن يعني الملعب ده ملعب النهيان طبعا النادي الوحدة الإماراتي هو أصلا ملحق بالوحدة مول مول كبير جدا بتاع النادي الوحدة صحيح فطبعا طبعا انت قاعد في النادي قاعد في المول فانا قبل المباركة يمكن بساعة كده أو بساعتين قلت اطلع من المول على الملعب يعني فأنت ألمان ماشي بصراح بقابل أه طبعا جمهور من الهلال لكن جمهور الأهلي احتل المول احتل الاحتلال أهلاوي الأطفال الصغارة تقابلها لابسة تيشارتات الستات قبل المباراة بساعة قبل المباراة بساعتين أنا قلت قبل المباراة بنص ساعة كده بأخش الملعب أخش الان الدنيا سهلة يعني ومع ذلك كانوا عاملين زحمة مرية رهيبة جدا بسبب الجمهور على عكس طبعا بالمراس القصة اللي نعرفينا بتاعته الجمهور دي لكن في مرش الهلال كان جمهور رائد جدا يعني أنت ألمان تماشي أنت مش في أبوظبي أنت في قاهرة في مصر في أي مدينة مصرية بسبب الجمهور الكتير جدا وكان موجود طبعا بعض من جمهور الأخوة الأشقاء من السعودية لكن طبعا كان بنسبة أقل لما دخلنا الملعب بحكم أنه طبعا إعلامين أو صحافين وكنا عادين طبعا مع الزملاء وإخواتنا اللي هم عادين معنا في الفندو برضو الأخوة السعوديين فكانوا كلهم بنعم من التنظر طبعا يعني الفقاهة عايزين تخسروا كامل النهاردة يعني تخسروا مثلا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة كفاية يعني طبعا ده شيء جميل روح امضعابة يعني أكيد روح امضعابة طبعا ما فيش حاجة لا بقى على عكس هم محترمين برضو بعض المباراة يعني لأنه يكونوا محققين لم يتعرضوا لليل الأهل ولا المصر بأي أساءة بالعكس يخذوها بالتعريق وعملوا حتى هاشتاج كده ظريف جدا سمونيب بالستر يعني عايزين الستر وكانوا برضو يعني في روح الدعابة خلاص احنا أم حاجة مع فريق عربي على جماعة لأغد التالي يعني كنعم التهريك